تعد شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر موسم البلح في جميع أنحاء مدن ومراكز وقرى محافظة قنة وينتظر التجار هذا الموسم حيث تبدأ عملية جني وتكفيف البلح ثم تصديره وبيعه لمحافظات مصر المختلفة مصطاح البلح بمحافظة قنة يعد أحد أبرز ملامح موسم حصاد التمور ويأتي في المرحلة الثانية عقب جني وتكفيف البلح ثم يأتي بعد ذلك تصديره وبيعه لمحافظات مصر المختلفة ليمثل دخلا ماديا للعديد من الأسر والعاملين في جني وبيع التمور ألوان البلح مختلفة وعديدة وكذلك الحجم ولكن النوع واحد فيطلق عليه البلح البلدي الذي يختلف عن الألواع الأخرى من البلح ويظل على الأرض تحت أشعة الشمس لمدة عشرة أيام ثم تتم عملية الفرز والانتقال لمرحلة أخرى للتغزين نقطع ونجيبه هنا نقطع ونجينا نرمي في الجبل ونصرب بعد كده نصربه البلح بعد ما نصرب البلح نعبيه في شكاير ونحطه له برشام عشان السوسي ونعرمه على فلاق كده ونشونه عشان بعد كده يقلع على مصر ونتباح في مصر تغليم في جميع البلح يعني البلح الشعب والبلح العالي والبلح الوسط وجميع أنواع البلح البرتمودة والقندلة والشمية بيضة كميات كبيرة من البلح بأنواعه المختلفة تجدها هنا في مناطق صحراوية وقبلية تفترش الأرض في مشهد يدل على أنه موسم الخير والتفاؤل بمشهد رائع يجعلك تقف متأملا الأنواع المختلفة من التمور في مصطاح البلح بمحافظة قناة